جيل 2008 المنهاج الجديد اللغة الإنجليزية مئات بل آلاف الاستفسارات والأسئلة بتدور في مخيلة الطلاب وأهاليهم حولوا منهاج اللغة الإنجليزية الجديد هل هو صعب؟ هل هو بسيط؟ هل هو قصير؟ هل هو طويل؟ والطالب بقاش بحاجة عشان يتمكن منه أكيد إحساس الخوف والتوتر والضغط والاستغراب في أذهان هذول الطلاب وأهاليهم عكل حال معكم وحبكم استاذ عرفاتي حسين القزعة مدرس اللغة الإنجليزية على منصة إدرس جون إحنا اليوم نعلن انت لقتنا في جيل 2008 المنهاج الجديد كل إشي بخص اللغة الإنجليزية وحنجاوب كثير طلاب ونجاوبكم على أسئلتكم واستفسارتكم عشان أنت تصل لبر الأمان والوصول لبر الأمان لا يكفينا بدنا نصل إلى القمة في بر الأمان بدنا نزيل التوتر والإرباك والخوف والضغط من قلوبكم لكن هذا الشي ما بصير إلا بتعب وجد وجهد كبير منك تمام؟ أول شي قولوا يا رب احكوا يا رب ابتسموا وعبركة الله نبدأ الفيديو تعالى إذن إحنا هذا الفيديو مخصص لمين؟ لجيل 2008 اللي هم صف العاشر أنه صف عاشر وعبركة الله عندهم منهاج الأول الثانوي اللي هو صار توجيهي في عندك أربع مواد إنجليزي عربي تاريخ أردن وتربية إسلامية وأهم مادة راح تكون اللغة الإنجليزية المنهاج الجديد طيب إنت قبل ما تدرس أي إشي بغض النظر شو المادة في أمور يجب إدراكها في أمور يجب أنك تعرفها شو هاي الأمور اللي لازم تحطها بوجدانك؟ أول إشي لازم يصيبك شعور شعور بنوع من المسئولية شو هي النوع من المسئولية؟ بجوز أنت كنت في صف سابع وثامن وتاسع حتى العاشر يعني مش هالاهتمام الكبير جداً بدراستك وبامتحاناتك وعلامتك ممكن تكون ما تهمك شو السبب لأنه كانت نظرتك أنه أنا بدي أهتم بالتوجيه هساً القفز والنقل النوعي من العاشر فوراً سر التوجيه لازم يكون في عندك نوع من المسئولية نحو هذا الكلام يعني أنت يفترض أنك تدرك شو يعني سر التوجيه طيب شو يعني سر التوجيه شو يعني سر التوجيه معناته أنت بدك تدرس أول بأول ما تراكبش عهالك شو يعني سر التوجيه معناته أنت بدك تخفف الشغل على التلفون شو يعني سر التوجيه معناته أنت بدك تزيد ساعات دراسك بدك تزيد ساعات تركيزك شو يعني سر التوجيه يعني أنت بدك تهتم مليون بدراستك شو يعني سر التوجيه يعني دراستك بدأ تكون رقم واحد في حياتك ممكن؟ ممكن أكيد بعض رضا ربنا ورضا الوالدين طيب المنهاج الجديد هل هو صعب سهل اي استاذ مع احترامة الشديد او الكبير جدا لكل المدرسين بقولك المنهاج الجديد منهاج صعب ما ترد عليه المنهاج الجديد منهاج طويل لكن بده شغل بده تعب من الاستاذ ومن الطالب تمام تمام كمان مطلوب منك انك تدرك طريقة تفكيرك وطريقة شخصيتك شعن طريقة تفكيرك يعني والله اليوم في اندي مباراة فطولي اه معناته خلص فيش دراس اليوم هون التفكير لازم يتغير لازم يتكون الاولوية لدراستك والاهمية القصوى لامتحاناتك تمام ولازم جانب كبير من شخصيتك يتغير في تعاملك مع نفسك تعاملك مع ربك تعاملك مع اهلك كثير علاقتنا بربنا لازم تتغير كثير وتكون انت انسان هيك شوي شوي نقي من جواتك نحو دراستك طيب فيش كثير مهم اسمه اختيار المدرس المناسب وانت تحضرني اوعى تقتنع قبل ما تحضر الي حصص على اليوتيوب شوف حصة وحصتين وثلاثة وعشرة قبل اختيار قبل ما انت تروح تجيب بطاقة استاذ او تسجل عنده لازم انت تقتنع مليون مش اهلك اللي يقتنعه انت اللي تقتنع تقتنع مليون هلأ هذا الاستاذ المناسب هل هذا المعلم الممكن يتابعني اذا اوكي يجيب البطاقة لانه هذا الاستاذ رح يضل معك مش سني سنتين وراح يحمل مستقبلك وطموحك وشغفك في المستقبل هسا كثير اسم اللي بتدور حوله في مخيلة الطالب انا طالب ضعيف انا متوسط انا شاطر انا طالب متميز انا راح اخاطب كل هاي الصفات من الطلاب يا خاطب الطالب الطعيف قبل الشاطر والشاطر قبل المتميز كيف في تسلسل واسلوب وبدايات الحصص من بداية من بسيط لأكثر 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 لغاية ما نصل للقمة ونخلي الطلاب كلهم يصيروا متميزين ما في اشي اسمه والله انا طالب ضعيف هذا تشعور ان انت طالب ضعيف رح يتغير حرفيه رح يتغير اذا انت بدك تغيره وانا رح اساعدك انك تغيره طيب شو بسول استاذ عرفات رح يكون فيه تأسيس شو مكان مستواك يعني انا بدي اسويلك دور التأسيس شو مكان مستواك under zero لو كان مستواك سفري اضعف طالب كنت في الكوكب في دور التأسيس شاملة بس هاي دور التأسيس بدها تعب بدها شغل منك وبعد دورة هاي التأسيس اللي مش راح حكي مدتها الان راح حكي مدتها كمان شوي راح تشعر حالك انه اه انا بقدر اخوض من مال التوجيه طيب اذا انت بحاجة الى دورة التأسيس الشاملة دورة التأسيس الشاملة اللي بتخص اللغة الانجليزية تحتوي على سلسلة فيديوهات اسماء معدودة وغير معدودة طبعا مدة الفيديو جديش مدته 23 دقيقة كيفية التحويل من المفرد الى جمع الافعال المنتظمة الافعال المنتظمة الافعال غير المنتظمة الجزء الاول غير المنتظمة الجزء الثاني غير المنتظمة الجزء الثالث الضمائر درس مهم جدا جزء اول جزء ثاني وتطبيق على الضمائر الموافقة ما بين الفاعل والفعل والزمن كيف تكتب الف جملة والقاموس الشامل لان انت بحاجة لشخص يكون يعلمك يكون عندك كلمات ومفردات لانه فيه شعار بقول لك البعرف معاني ما بعاني طيب هاي الفيديوهات تقريبا قديش مدتها مدتها 257 دقيقة يعني لو قسمناها على 642 حوالي بتيجي 6 ساعات 6 ساعات بتفصل ما بينك وبين انك تكون هل انت ضعيف متأسس ضعيف مش متأسس او انهان انا متأسس 6 ساعات ما تسألنيش كم فيديو احضر باليوم ايش باعتمد عليك ما تسألنيش استاذ عرفتك كم ساعة ما لازم احضر باليوم ايش باعتمد عليك في بعض الطلاب باحضر الفيديو مرة واحدة بتمكن منه في بعض الطلاب باحضره مرتين بتمكن منه هذا الشي باعتمد عليك باعتمد على مستواك في كثير من الطلاب هادول 6 ساعات راح ياخدوا منه يوم او يومين وفي كثير من الاسف للاسف كثير من الطلاب هادول 6 ساعات باخدوا منه شهر اذا هذا الكلام باعتمد على مدى دافعيتك ومدى تركيزك وطموحك وشغفك انك تزيل الضعف اللي عندك باللغة الانجليزية وهذا تحدي بعد هادول 6 ساعات اتحداك اذا ما صار مستواك ممتاز باللغة الانجليزية وتتمكن تخوض من مارد دوجيه طيب هسا انت حضرت هادول 6 ساعات بعدها راح تشعر حالك انه انت او والله تمكنت من التأسيس شو مميزات الاستاذ عرفات بعد كل فيديو بتحضره حضرت الفيديو الجزء الاول للافعال المنتظم راح يكون فيه امتحان شو فيه امتحان هذا الامتحان لازم انت تحله وترسل لي اياه عشان اصليح لك اياه اذا ادائك فيه فوق التسعين بالمية معناته وضعك تمام روح على الفيديو الثاني اعيد مرة تانية بعد كل فيديو تأسيسي راح يكون فيه امتحان تختبر نفسك تمام تقول لي تمام ليش هذا الامتحان الغاية منه انه هل انا عديت هل انا استوعبت هل انا ثمت اذا اوكي اوكي تمام اه الاشي اللي هيكرهوه وحيحبوه نسب كبير من الطلاب اللي هو هذا بدك دوسيت التأسيس بابعت لك اياها بدي اف لكن انا هذا النداء لكل طالب وطالبة ولكل والد ووالدة عنده طالب توجيهي او طالب عاشر طالع اول ثانوي خلي ابنك وبنتك يكتب التأسيس بخط ايده عايد خلي ابنك وبنتك يكتب التأسيس بخط ايده البكتب بخط ايده ابنسى شو بكتب يعني خليه يتأسس قوي يكتب بخط ايده يكتب كل حرف موجود في الفيديو بخط ايده بخط ايده حسا انت ممكن لما تكتب خط ايدك الفيديو قبل 20 دقيقه ياخد منك 40 دقيقه لكن اقسم بالله هذول 40 دقيقه مش هينسوك بالمرة الفيديو اللي انت شفته وما تكتب على اساس انت بتنسخ اكتب انت على اساس انت بتفهم شو بتكتب مش شغل نسخ بتفهم شو بتكتب إذن فيديوهات التأسيس كلها بدك تكتبها بخط إيدك دوسيت التأسيس ما بعث لك إياها بيدي أف لكن أنا مش من أنصار هذا الكلام طيب هس أنت كيف راح أتابعك بدك تبعث لي واتساب تبعث واتساب عشان تخذ الامتحانات عشان نلحقق كله جروبات على هذا الرقم أو ببعث واتساب على رقمي الخاص هذا الرقم لأستاذ عرفات إذن هذا رقمي هذا رقمي الخاص بعتلي واتساب على هذا الرقم عشان نضيفك لأجروبات تبعات التأسيس جيل 2008 وبعتلي على رقمي الخاص عشان أنت عندك أي استفسار راح تسأل السؤال متى فيديوهات التأسيس بتكون جاهزة فيديوهات التأسيس بعون الله هس إحنا أيام مباركة وعن نعيد ما ظلنش فيه طالب مهتم كبير مهتم بشكل كبير بالدراسة فيديوهات التأسيس راح تكون بـ 22.06 الساعة 6 المساء بتكون جاهزة لكل طالب من طلاب المملكة إذن بـ 22.06 تحفظ هذا التاريخ بتكون الساعة 6 المساء لو رحت على قناتي على اليوتيوب بتشوف هذا الكلام كم فيديو أشوف هذا الإشي بعتمد عليك مش علي وزي ما خبرتك ممكنك تشوف فيديو واحد باليوم اثنين باليوم ثلاث باليوم بس أهم شي هذول الست ساعات بدك تنهيهم قبل ما نبلش رسميا بدورتنا على بطاقة أدرس جو طيب أنا طالب شفت التأسيس كيف بدي أشرح المادة طيب حسن أنت طالب شوف التأسيس الساعة عرفات والفضل لله الأعلى مشاهدات على مستوى المملكة الأردونية الهاشمية فيديوها التأسيس للساعة عرفات الفضل لله بتنقذ الطالب وتخليه يقفز قفزة نوعية من لا إله حسن أنت حاب تشوف الأستاذ عرفات كيف بشرح المادة أول شي على قناة على اليوتيوب تروح هناك تسوي اشتراك شو اسم القناة تشرح عرفات نزلتلك شرح الجزء الأول من القاعدة الأولى تبعت السؤال الذيني إذن السؤال الذيني الشرح هيكون نازل عشان تشوف كيف الأستاذ بشرح لجيل 2008 طبعا ما رح أحكي عن هاي القاعدة وعن هاد الفيديو إنت لحالك بعد ما تشوف هاد الفيديو حتكتشف كيف المونتاج كيف تطلع من الفيديو فاهم مليون والتحدي بينه وبينك التحدي بينه وبينك تروح على قناتي على اليوتيوب وتشوف هاي القاعدة السؤال الذيني سواء كنت متأسس أو مش متأسس شاطر أو طالب ضعيف التحدي إنك رح تشوف هاد الفيديو وتفهمه مليون بالمية رح تقول لي نعم أنا عندك ملات صف العاشر حتى لو عندك أربع اكملات رح تشوف هاد الفيديو وتتمكن فيه مية بالمية لإيش لأنه أنا بشرح شو بسوي بأسس من خلال الشرح يعني بقول في بعض الطلاب بحبوش يحضروا فيديوهات التأسيس فأنا شو سويت أسستك من ضمن الفيديو من ضمن شرح المادة عشان أنت تخرج من أيقونة إنه أنا حستوعب ولا لا تحدي كل طالب بحضر هذا الفيديو إنه حتستوعب شرح هاي القاعدة بطريقة مش طبعية والمنتاج اللي فيها إيش كثير بجنن طيب متى رح نبلش رسميا متى رح نبلش رسميا بالمادة إن شاء الله بتسعة وعشرين ستة يوم السبت حيكون فيه إليخ خطة متى مواعيد الحصص متى رح تنزل شو هنشرح أول إشي كيف أسلوب القطع يعني الحصة الأولى من تسعة وعشرين ستة رح تكون موجودة على البطاقة طبعا الطلاب اللي جابوا بطاقة في مئات الطلاب جابوا البطاقة سلف قاعدة السؤال الذيني نزلنا لك إياها بالثلاث أجزاء وحنلالك عليها أمثلة كل الوزارة تمام؟ وكل الكتاب الرسمي تمام؟ عبركة الله قول يا رب ما تتردد المنهاج خفيف لطيف لك كله طويل بده شغل بدك تتعب أنت على نفسك احضر فيديوهات التأسيس وتمكن منهم عشان تقدر تخوض مضمار عالم التوجيهي رب نوفقكم زي ما وعدكم وإن شاء الله هذا الكلام رح نكون مسؤولين عنه قدام ربنا مش رح أتركك رح أضلني دايما متابعك أول بأول وأي طالب أي طالب بحاجة لأي شي أو بحاجة لأي استفسار يدرني على هذا الرقم 079-7788-645 ابعت واتس أو رنيلي هذا رقمي الخاص رقمي الخاص تمام؟ قوله يا رب وإن شاء الله نقدر نسلع مع بعض لدرجة أنه أنت تتمكن أنك تفلل باللغة الإنجليزية ولدرجة أنك تصير من ضمن الكوكب اللي جابت أوائل على المملكة وضمن الكوكب اللي فللوا العلامات زي ما سووا جيل 2005 وجيل 2004 والأجيال 19 السابقة بإذن الله معرفات هتكون بأمان قوله يا رب السلام عليكم